اول درس عندنا في المرحلة الثانوية مش جديد اتكلمنا عنه قبل كده كان واخواتها عرفنا طبعا ان كان واخواتها هنتغرر برضو على كان واخواتها تاني سريع وهنزود الحاجات اللي احنا عايزين نزودها في ثانوي احنا بنتغرر برضو على كان واخواتها خدناها قبل كده ان كان افعال ناقصة يعني افعال ناقصة يعني ملهاش فاعل إنما لو تام فعل تام يعني فعل لفاعل فعل وفاعل بنسميه فعل تام كنا بنقول إن كان وأخواتها دي أفعال ناقصة ناسخة ناسخة بتغير حكم الخبر بعد ما كان خبر مرفوع بيبقى منصوب وناقصة ما لهاش فاعل لا تكتفي بالمرفوع اللي هو الفاعل بتحتاج لخبر بترفع اسمها وبتنصب الخبر طيب أنا أخد مثال نفتكر برضو نفتكر برضو كان وأخواتها كنا بنقول إن كان اسمها بيكون مرفوع وخبر كان منصوب لما أجي أقول اجتهد الطالب فكان النجاح نصيبه آه اجتهد فعل ماضي من اللي اجتهد الطالب فاعل فكان كان دي فاعل طيب ناقص اللي أنا عايزين أعرفه بقى النهاردة هي فعل ناقص واللي فعل تام يعني إيه هبدأ أشوف إحنا عارفين طبعا إن كان وأخواتها كان بيكون لها خبر منصوب هنا لها خبر شوف فين اسمها كان إيه النجاحه يبقى النجاح دي اسم كان اسم كان مرفوع ما له النجاح النجاح نصيبه فيه خبر بس خلص دي كلمة السر لو لقيت خبر تبقى كان ناقصة طيب لو ما لقيتش هو ممكن ما لقيتش خبر أيوة ده اللي بنتكلم عنه النهاردة لو ما فيش خبر هتكون تامة واللي بعدها يبقى فاعل خلص الدمس طيب النجاح ماله نصيبه نصيب آه نصيب هي الخبر خبر كان منصوبه علامة نصب الفتحة الهاء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه كان هنا نوعها إيه ناقص واللي بعدها اسمها طيب لو ما فيش خبر أو كلمة السر أنا بدور على الخبر لو ما فيش خبر هتبقى تامة لو قلت اجتهد الطالب فكان النجاح خلاص وجد النجاح فين الخبر ماله النجاح ما فيش يبقى هنا النجاح دي أعريبها فاعل فاعل مرفع وعلامة رفع الضم وكان هنا نوعها تامة فاعل تام يبقى احنا كده بنعرف أن كان لو لها خبر تبقى ناقصة ما فيش خبر تبقى تامة لو ناقصة اللي بعدها اسمها اسمها وخبرها اسم كانة لو تم اللي بعدها فاعل فاعل مرفوع طيب اعرف ازاي كلمة السر لو في خبر تبقى ناقصة. ما فيش خبر تبقى تامة. كان التامة بتجي بمعنى وجده او حصل. لما اكتهد الطالب وجده النجاح. حصل النجاح. لو بمعنى وجده او حصل تبقى هنا تامة واللي بعدها الفاعل. عارفين طبعا كانوا اخواتها? نفتكرهم تاني مع بعض. كان. اصبح. اضحى. ظل. امس. بات. صار. ليس. وما دامة ما زالة ما برحة ما فات امن فك. برضو بتعمل عمل كانة. قبل ما ندخل برضو في كانة واخواتها بالتفصيل احنا بنقسم كانة واخواتها لتلات اقسام من حيث الزمن. في جزء تام التصرف متصرفة يعني تم التصرف بيجي منه الماضي والمضارع والامر. اهو كان ممكن تجي لك ماضي عادي كانة. ممكن تجي مضارع يكون. كان عارفة فعل ماضي. يكون فعل مضارع عادي مرفوع منصوب مجزوم. ممكن تجي امر كن عادي. كانة اصبحة اضحى ظل امسة باتة صارة. دي اسمها تامة. تامة التصرف. يجي منها ماضي ومضارع وامر. في افعال ناقصة التصرف. ماضي ومضارع بس. اللي هي زالة. ما زالة. ما برحة. ما فاتئة ما مفكة. دي اسمها ناقصة. ناقصة التصرف. ما بيجيش منها الامر ماضي ومضارع فقط. وفي افعال جامدة. افعال جامدة. زي ليس ومدامة. ليس ومدامة بيجي منها الماضي فقط. يعني ما فيش مضارع وما فيش امر من ليس ومدامة. عارفين طبعا ان كانة واخواتها تدخل على الجملة الاسمية. ترفع المبتدى وبيكون اسمها اسم كانة او احدى اخواتها. الخبر اللي كان مرفوع بيبقى منصوب وبنسميه خبر خبر كانة. ازل نتعرف برضو على اشكال اسم كانة. وعارفين كده كده خبر كانة خدناه قبل كده. اسم كان. فين اسم كانة هنا? ادي كانة. الفلاحون اسم كانة. ما لهم الفلاحون مخلصين. يبقى الفلاحون هنا اسم كان هو. اسم كان مرفع وعلامة رفع الواو. لانه جمع مذاكر سالم. هنا اسم ظاهر. موجود. اسم ظاهر. ممكن يكون ضمير. لو قلنا مسلا ما كان مخلصا الا انت. فين بقى? اه كان اهيه? فين اسمها? مؤخر. اللي هو انت. انت ايه? مخلصا. مخلصا دي خبر كان. يبقى الضمير ده ده ضمير منفاصل مبني في محل. اسم كانة بيكون مرفوع. يبقى في محل رفع اسم كانة. يبقى اسم كانة ممكن يكون اسم ظاهر. كلمة موجودة. وممكن يكون ضمير ضمير منفاصل زي انت. ممكن يكون ضمير متصل. لما اجي اقول مسلا اه انتم مخلصون. لو قلت انتم. اه انتم مخلصون. مخلصون. لو عايز ادخل عليها انتم مخلصون ده ايه? مبتدأ وخبر. انتم مخلصون. لو عايز ادخل عليها فعل ناسخ كان افعال ناسخة. ان حروف ناسخة. لو عايز ادخل على فعل ناسخ مش هينفع اقول اللي كان انتم. هنقول كنتم. او لو قلت هم مخلصون. هقول مش كان هم. هقول كانوا. اهي خلاها هم مخلصون. هنقول كانوا. يبقى فين اسمها? الواودي وهو الجماعة. وهو الجماعة ضمير متصل مبني في محل رفع اسم كان. ومخلصين دلخبر. خبر كان منصوب. طيب يبقى عارفنا ان اسم كان ممكن يكون اسم ظاهر. ضمير منفصل. ضمير متصل. ممكن يكونش موجود اصلا ضمير مستاتر. لما اقول مثلا اه هو مخلص. او هنقول كان مخلص. كان مخلصا. اه التكنولوجيا اصبحت منتشرة. التكنولوجيا اصبحت. من اللي اصبحت فين اسمها? ما تقولش التكنولوجيا. من اللي اصبحت? اصبحت هي. يبقى هنا فين اسم كان? لا هنا اسم اصبحت بقى. فين اسم اصبحت? اقول له اسم اصبحت ضمير مستاتر تقديره هي. لما اجا اقول اه هم مخلصون. ممكن اقول كانوا مخلصين. لو قلت مسلا انا هو. هو مخلص. هو مخلص. دي جملة اسمية ابتدأوا خبر. لو عايز ادخل كان مش هنفع اقول كان هو. هقول كان مخلصا. كان ايه? مخلصا. فين اسم كان? كان هو اسم كان ضمير مستاتر. ممكن برضو يكون ضمير مستاتر. ممكن يكون مصدر مؤول. المصدر المؤول هو ان. والفعل مضارع. او ان واسمها وخبرها. اه هو ان واسمها وخبرها. كان واضحا انك مخلص. يبقى هنا انك مخلص. اه دي اسم كان. مصدر مؤول. مصدر مؤول في محل رفع اسم كان. مصدر مؤول بيحل محل المصدر الاصلي. يعني كان اصلها المصدر من اخلاص اخلاص. كان اصلا كان ايه? كان اخلاصك. كان اخلاصك واضحا. يبقى المصدر كله حل محل اسم كان. المصدر المأول ده في محل رافعة اسم كان. كان اخلاصك اللي هي اخلاص كانت اسمي كان. واضحا دي اصلا دي خبر كان. يبقى احنا اتعرفنا كده على اشكال اسم كان. نتعرف على خبر كان. خبر كان زي ما تعودنا ممكن يكون مفرد. امتى بيكون مفرد? لو كان كلمة واحدة. لو كلمة واحدة. وشارط ان يتكون الكلمة واحدة دي اسم. لو كلمة واحدة واسم يبقى خبر نوعه مفرد. الفلاحون ما لهم? مخلصين. خلاص. لو مخلص. لو مفرد. مخلصا. مخلصين. مخلصين. مفرد مثنى جامع. لو كلمة واحدة واسم يبقى خبر نوعه مفرد. لقيته فعل يبقى خبر نوعه جملة فعلية. الخبر المفرد الوحيد اللي بعاربه خبر. خبر كان او خبر كان منصوب وعلامة نصب اليان الخبر الوحيد المفرد اللي بعربه خبر غير كده عربه عادي جملة اسمية عربها جملة اسمية وبتدقوا خبر جملة فعلية عربها عادي فعل وفاعل يبقى هنا مخلصين ده خبر خبر كان خبر كان منصوب الجملة الفعلية عادي عربها فعل وفاعل يبقى يخلصون ده فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لانه فعل من الافعال الخامسة وهوه وهوهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه رائع رائع دي خبر خبر لإخلاص خبر مرفوع علامة رفع الضمة الجملة الاسمية كلها خبر لكان في محل نص بخبر كان يبقى زي ما تعودنا خبر كان ممكن يكون مفرد جملة اسمية جملة فعلية شبه جملة شبه جملة ظرف او شبه جملة جر ومجرور الفلاحون امام اعرفها ظرف عادي خالص واقول له شبه الجملة في محل نص بخبر كان في الحاقل في حرف جر الحاق لاسم مجرور وعلامة جر الكسرة وقول له برضو شبه الجملة في محل نص بخبر كان كل الكلام ده مش جديد عازنا نتعرف بس على اشكال كان شكلها وهي ناقصة وشكلها وهي تامة قلنا كلمة السر لو بعدها خبر تبقى ناقصة ما فيش خبر تبقى تامة خلاص كان الشيطان قوله تعالى كان الشيطان الشيطان ماله لربه ايه لرب دي جره مجرور كفورا اه هنا في خبر اهو تبقى ناقصة يبقى الشيطان اسم كان وكفورا دي خبر كان لو قلت زاكرت فكان النجاح النجاح ماله في خبر مفيش خبر يبقى هنا دي تامة تامة مفيش بعدها خبر بمعنى وجده فوجده اه وجده النجاح زاكرته فوجده النجاح النجاح دي الفاعل فاعل مرفوع على ما ترفعوا الضمة. وكان هنا هقول له نوعها تامة. ده الفرق بقى اللي بنتكلم عنه النهاردة كانت تامة وكانت الناقصة. دي اسمها ناقصة. ليه ناقصة? لان بعدها خبر. دي تامة بعدها فاعل. اللي بعد كان هنا بعربه اسم كانة. اللي هنا ده الشيطان دي اسم كانة. انما دي نعربها النجاح نعربها فاعل. وزيها بقيت اخوات كانة. اصبح اهو اصبح اصبحت مثقفه. خلي بالك المثنى وجمع المذكر سالم. لما بيكون مطاف. بنحذف النون للاضافة. مانقولش المثقفون. ومن فحش Hannom مثقفين. لان هنا اسم كانة بيكون مرفوع. يبا دي اسم كانة مرفعها علامة رفعة. اه مثقفون جميع المذكر سالم. مرفعها علامة رفع الواو. لانه جميع المذكر سالم. خلفت النون للاضافة. بل هم بقى مثقفون دول مثقف العرب مهتمين. اه مهتمين بعدها خبره ومنصوب. يبا دي اسمها ودي خبرها. انما لو قلت اشراكت الشمس وقد اصبحنا. اصبح اه دي برضو من اخوات كان. من اللي اصبح احنا? اصبحنا ايه? اصبحنا في خبر? ما فيش خبر. يبقى تامة. واللي بعدها فاعل. طب فين الفاعل? الضمير? ايه الضمير ده? ضمير متصل مبني في محل الرفع فاعل. طيب اضحى. لو قلت اضحى العاملان. اه هنا لازم تكون مرفوع. اسمه اضحى. دي هنا ناقصة. اسمه اضحى. بيكون مرفوع علامة رفع الالف. اه لانه مثنى. وهنا الخبر موجود خبر. طالما خبر يبقى ناقصة واسمها وخبرها. انما لو قلت خرجنا وقد اضحى الوقت. اضحى الوقت. ايه اللي اضحى? الوقت. في خبر? لا. يبقى الوقت هتكون فاعل. زيها امسة. امسة العمال نشطين. ما لهم العمال نشطين? في خبر. يبقى اسمها وخبرها. انما لو قلت فسب حان الله حين تمسون وحين تصبحون. اه حين تمسون اه اللي امسة. وحين تصبحون اللي هي اصبحة. وفي الحال تن تمسون فعل وتفاعل. تصبحون فعل وتفاعل. هنا الوقت برضو. في محل رفع فاعل لان مفيش خبر. طيب بات. بات الجندي ساهرا. في خبر? بات الجندي ساهرا. الجندي. ما له? ساهرا. يبقى هنا دي ناقصة. وده اسمها وخبرها. لو قلت بات الجندي في بيتي لو جت بمعنى بيقضي الليل بيقضي بيبات انما هنا بات بمعنى صار صار الجندي ساهرا او امسا ساهرا اه هنا ساهرا دي خبر باته انما لو جت بمعنى بيقضي الليل اه قضى الليل في بيته هنا دي كن تام يبقى الجندي بات الجندي دي فعل وفعل طيب صار صار الماء اه صار هنا اللي بتفيد التحول صار الماء سلجن دي ناقصة اسمعوا خبرها. انما لو صار بمعنى رجعة صار تصير الامور ترجع الامور اهو الى الله? الى الله هي تصير الامور. ايه اللي هتصير? ترجع. ايه اللي هترجع? الامور. يبقى دي فاعل وفاعل. طيب احنا بنعرف هنا برضو هو. المعلومة اللي احنا قلناها نخلي بالنا منها. كانت تامة بتجي بمعنى وجد او حصل وما فيش بعدها خبر منصوب. وصلنا لسارة. طيب نكمل. اللي بعدها. اللي بعد سارة ظل. ايه ظل الانسان صابرا. لو قلنا مثلا جلنا مثال. لو قلنا مثلا ظل الانسان صابرا فكان الفرج. ظل الانسان صابرا فكان الفرج. لو عايزك هنا تستخرج الفعل اه الناسخ. الفعل الناسخ. كان واحدة اخواتها. وتبين نوعه ناقصة ولا تامة. وتعريب ما بعده. اللي بعده بها اسمها ولا فاعل. هتقول ليه عندنا هنا ظل. اهي. ليه خبر? الانسان ما له? الانسان صابر. هتقول لي دي ناقص. ليه ناقصة? لان بعدها خبر ناقص. والانسان اسمها الانسان صابرا دي الخبر. فكان النجاح او فكان الفرج عندنا كان اهي? هتقول لي كان للأ دي تامة. ليه تامة؟ لان بعدها فاعل. الفرج ملهاش خبر. طيب عندنا برضو هنا ظل لو بمعنى باقية هنا ظل الانسان صابرا بمعنى الاستمرار برضو بتفيد الاستمرار. هنا ظل التنازع اه يعني بمعنى بقي التنازع ما يبقى هنا دي فاعل او يبقى هنا دي تامة ظل الفعل والتنازع دي الفعل. طيب عندنا ما داما. ما داما احنا عايزين برضو نعرف هنا ان زالة وبرحة وفتئة ومفكة لا تأتي لا تكون ناقصة الا ازا سبقت بنافي. سبقت بنافي. وما داما. لا تكون ناقصة الا ازا سبقت بماء المصدرية الظرفية. يعني عندنا اللي حم نتكلم عنها دلوقتي. ما داما. ما هنا اسمها ايه? مصدرية ظرفية. ما? نوعها مصدرية ظرفية. عشان لما تيجي تبين نوع ما. طيب ما داما? سننتصر ما داما الحق. الحق ما له? معناه. اه في ظرفه. في خبره. يبقى هنا ما داما دي ناقصة. طيب لو جد بمعنى الاستمرار سنعيش ما دامت ما استمرت. ايه اللي استمرت? الحياة. ما دامت الحياة. في خبر? لا. يبقى الحياة دي الفاعل. طيب ما بارحة? ما بارحة برضو بمعنى استمر هنا. ما بارحة الشعب آآ متعاون. الشعب ما له? متعاونا. متعاونا دي الخبر. الشعب متعاون. يبقى متعاون في خبر. يبقى هنا دي ناقصة. طالما ناقصة يبقى اللي بعدها اسمها وخبرها. طيب بارحة لو جد بمعنى بارحة تركه ترك الرجل ما بارحة الرجل بيته ما ترك الرجل بيته. او اصلا لو شلنا النفي ده. لو قلنا بارحة الرجل بس احنا هنجيبها بما علشان تبقى شبه الناقصة ما برح الرجل ما ترك الرجل يبقى دي فعل وفاعل ودي تام طيب ما نفك بمعنى برضو الاستمرار لو بمعنى الاستمرار اه لو بمعنى هنا الاستمرار ما برحه وما نفكه لو بمعنى الاستمرار تبقى ناقصة برحه لو بمعنى تركه تبقى تامة ما نفكه الامل الامل ما له اه في قلوبنا لسه الاستمرار الامل في قلوبنا يبقى دي ناقصة واللي بعدها يسمعه خبرها. اه هنا خبر شبه جملة عادي. لو انفك بمعنى حلة انفكت العقدة. ده فعل وفاعل. وانفك هنا دي تامة. طيب ما زالة. ما زالة في العمر بقية. بمعنى لسه. لو قلنا ما زالة. يعني لسه في العمر بقية. اه كان اصلاها ما زالة بقية. اه بقية دي اسمها. اسم ما زالة. وفين الخبر? اهو شبه جملة مقدة. خبر شبه جملة. يبدي ناقصها. انما لو قلت ما زالة الخير خلي بالك بقى. لو قلت ما زالة الخير من الامة. هنا لسه الخير من الامة. ينفع اقول لسه? طب ينفع اقول الخير من الامة. تنفعش اصلا خالص. يبقى هنا دي تامة وهنا ما زال. اللي زال الخير يبدي فاعل. ممكن تجيلك بشكل تاني اهو. ما زالة الخير في الامة. دي بمعنى لسه? لسه الخير في الامة? ايوة. دي ناقصها. طالما بمعنى لسه تبقى ناقصة. ينفع اقول الخير في الامة? ايوة. يبقى دي هنا الخير اسمي مازالة. اللي اتغير هنا حرف الجر وفرقة ناقصة وتامة. هنا مفاتئة وليس لا تأتي تامة. ما بيجيش تامة. ما بيجيش بعدها آآ فاعل. اللي بيجي بعدها اسمها وخبرها. مفاتئة النيل يجري. النيل ماله بيجري. ده خبر جملة فعلية. فاعل. والفاعل دمير مستطر. الجملة الفعلية في محل نصب خبر مفاتئة. طيب ليس. ليست المجتهدات مقصرات. آآ ما لهم المجتهدات مقصرات. دي خبر ليس. وخبر ليس بيكون منصوب. وجامع المؤنس السالم بينصب وعلامة نصبه الكسرة. يبقى له منصوب وعلامة نصبه الكسرة. لانه جامع مؤنس سالم. ويبقى احنا كده برضو بكل سهولة عرفنا كان الناقصة وكانت تامة. كلمة السر بعدها خبر تبقى ناقصة. مفيش خبر تبقى تام. في برضو هنا تدريبات هتحل التدريبات دي. وهتلاقي برضو الاجابة بتاعتها آآ موجودة برضو اسفل الفيديو. في عندك آآ صفحتين تدريبات. عندك اي مشكلة برضو اكتب لي في التعليقات في اي سؤال. ومع بعض ان شاء الله هارد عليك. الدرس اللي بعد كده برضو كادة واخواتها. عرفنا خلاص كانة واخواتها. في حاجة كانة واخواتها. وكادة واخواتها. تدخل على الجملة الاسمية. بترفع برضو المبتدأ ويسمى اسمها. تنصب الخبر ويسمى خبرها. برضو زي كانة بالزبط. زي كانة بالزبط اسمها بيكون مرفوع. والخبر بيكون منصوب. بس في هنا شرط. شرط صغير لازم تعرفه. ومهم جدا. واهم حاجة في الدارس. اهم حاجة ان كان كان الخبر بيكون مفرد وجملة وشبه جملة. لا هنا في كادة الخبر بيكون جملة فعلية. فعلها مضارع. الخبر بيكون جملة فعلية فعلها مضارع. يعني لو كادة جاي الخبر. الخبر اي نوع تاني. غير الجملة الفعلية ما تبقاش كادة. هتبقى تامة. لازم علشان تكون ناقصة. علشان تكون ناقصة. وترفع وترفع اسمها وتنصب الخبر. لازم يكون الخبر جملة فعلية. طيب اي حاجة تانية هتكون تامة فعل وفاعل عادي خالص. طيب كادة واخواتها افعال جامدة يأتي منها الماضي. غير كانة واخواتها كانة يكون كن في منها الماضي والمضارع والامر. هنا كادة واخواتها افعال جامدة. مش بيجي منها غير الماضي. بس ما عدا كادة واوشاكة. كادة واوشاكة بس يأتي منها الماضي والمضارع. ما فيش امر. يعني ما فيش دي كانة كن. لا كادة او يا كاد. او شكة او يوشك. لتنين دول بس ينفع يجي منهم المضارع. الباقي كله الماضي بس. طيب نتعرف عليهم الأول نحن عرفنا خلاص كانت أخواتها هنقسمهم تلات أقسام تلات أجزاء أفعال هنسميها أفعال المقاربة وأفعال الرجاء وأفعال الشروع مقاربة يعني حاجة قربط لما قل لك كادة كادة المعلم يشرح يعني قرب يشرح يبقى كادة وكربة أو شاكل بسمها أفعال المقاربة أفعال المقاربة كادة كاربة او شاكة. افعال الرجاء انك بترجع عسى حرى وخلولق. عسى وحرى وخلولق. اسمها افعال الرجاء. ايه افعال المقاربة كادة وكاربة واو شاكة. افعال الرجاء عسى وحرى وخلولق. افعال الشروع يعني شارع يعني بدأ خلاصة هو. هناك انقرب انك هنا في الرجاء اه بترجع. ممكن يقول لك اه اه اكمل بفعل يفيد الرجاء. او اه استخرج الفعل اللي يفيد الرجال. لازم تكون عارف ان دي افعال مقاربة دي افعال الرجال. دي افعال الشروع شرع يعني بدأ. افعال الشروع بمعنى اهو بمعنى بدأ شرع شرع انشأ اخذ بدأ هب طفق جعل. اسمها افعال الشروع. مهم انك تحفظها مهم جدا. ومهم جدا انك تعرف حالات اكتران الخبر بان. ما احنا قلنا ان فيه كانة واسمها وخبرها بنفس الطريقة هيكون فيه كادة واسمها وخبرها. الخبر ده ينفع احط قابلي ان ولا لا ده اهم حاجة في الدرس. لو قلنا كان المعلم يشرح. اه كان. دي فعل ماضي ناقص ناسخ. المعلم دي اسم كان ويشرح في خبره. يبقى هنا ناقص في خبره. الخبر ايه? يشرح. ده خبر جملة فعلية. خبر كان. يشرح فعل مضارع والفعل ضمير مستطر. تخديره هنا. خبر كان. اه خبر كان. مش هينفع عاربه خبر كان. دي جملة فعلية. خبر كان. جملة ايه? جملة فعلية. طيب لو شلت كانة وحطيت كادة. نفس الطريقة. ما فيش اي تغيير. بس اللي هيتغير ان المعلم كانت اسم كانة. هنا بقت اسم كادة. برضو اسم كادة بيكون مرفوع. كادة. تدخل على الجملة الاسمية. ترفع المبتدأ ويسمى اسمها. وبتنسب الخبر برضو ويسمى خبرها. خبر كادة. اه في محل نص بخبر كادة. جملة برضو جملة فعلية. هقول له الجملة الفعلية في محل نص بخبر. هنا في محل نص بخبر كانة. هنا في محل نص بخبر كادة. اعري بيشرح فعل مضارع. والفاعل عادي ضمير مستطر تخديره هو هو. طيب لو قلت شرع الله الحق. مهم ان افعل الشروع ايه? في خبر جملة فعلية? لا. يبقى فعل وفاعل. شرع الله. ما هو. يبقى الله لفظ الجلالة فعل. اهم حاجة بتدور عليها خبر جملة فعلية. في خبر جملة فعلية هتبقى ناقصة. يعني ناقصة يعني اسمها وخبرها. ما فيش هتبقى تام فعل وفاعل. طيب اه اكتران الخبر باني. يعني اكتران الخبر باني. اقول كادة الحلم. اهي كادة. كادة وكاربا. اقول كادة الحلم يتحقق ولا ان يتحقق? فين الخبر? الحلم دي اسم كانة. اسم كادة. وفين الخبر? اهو. اقول يتحقق ولا اقول ان يتحقق? الخبر ده يكترن بان? ولا ما يكترنش بان? يبقى لازم تكون عارف حالات اكتران خبر كادة واخواتها بان. لو لقيت كادة او كاربة. لازم تحفظهم. كادة وكاربة يقل. يعني بيقل يعني ما بيجيش كتير. ينفع يجي? ينفع. يبقى صح. يعني ينفع اقول يتحقق? اه ينفع. ينفع اقول ان يتحقق? اه ينفع. الاتنين صح. بس هو هنا حكم اكترانه بيقل. يعني لو جاي الاختيارات اقول كادة الحلم يتحقق ولا ان يتحقق? الاتنين صح? الاتنين صح. بس خلي بالك من التشكيل. يتحقق فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة. انما ان يتحقق ان بتنصب. يبقى ان يتحقق هيكون فعل مضارع منصوب. لان ان بتنصب. يبقى عرفنا يبقى عرفنا حكم اكتران الخبر اه مع كادة بايه? يقل. وزيها كاروبا. كاروبا البناء. كاروبا البناء اه يكتمل. يعني برضو دي بقى افعال بتفيد المقاربة. البناء قرب يكتمل? ولا ان يكتمل? الاتنين صح? بس ايه الفكرة? يكتمل ده فعل مضارع مرفوع? ان يكتمل فعل مضارع منصوب. وعلامة نصب الفاتحة. هتفرق لو افعال خمسة. لو مرفوع هيكون مرفوع بثبوت النون. لو منصوب او مجزوم هناخدها هنا دلوقت. لو منصوب او مجزوم بينصب ويجزن بحسف النون. يبقى هنا حكم اكتران الخبر مع كادة وكاروبا. حكم اكتران الخبر بان بايه? يقل. طيب مع عسى واوشاكة ما احنا قلنا هي? افعال المقاربة. كادة وكاروبا واوشاكة افعال الرجاء عسى وحرى وخلاولاك. يبقى كادة وكاروبا يقل. عسى واوشاكة يكثر. يعني يكثر يعني بيجي كتير. طب ينفع ما يجيش? او ينفع ما يجيش? عادي. لو قلت عسى الجو. اقول يعتدل ولا ان يعتدل? الاتنين صح? شغال. لو من غير ان يبقى مرفوع? لو مع ان يعتدل لا? يبقى منصوب. طيب عسى واوشاكة? وبرضا اوشاكة بيها اكثر. ينفع اقول اوشاكة الصناع? يتنافسون ولا ان يتنافسوا? الاتنين صح? بس يتنافسون. ما ينفعش اقول لي يتنافسوا. ما ينفعش احذف النون هنا من غير ان. لانه هيكون مرفع وعلامة رفع ثبوت النون. لو في ان يبقى لازم احذف النون. ليه? لانه فعله مدارع منصوب وعلامة نصبه. احذف النون. بس الاتنين صح? اقول يتنافسون او ان يتنافسوا. برضو الاتنين صح? حكم اقتران الخبر بان مع كادا وكاربا يقل مع عسى واوشاكا يكثر. طيب نخلي بالنا بقى هنا مع حرى واخلولاكا. قلنا كادا وكاربا واوشاك. كادا وكاربا واوشاك. عسى وحرى واخلولاكا. فعل الرجاء. عسى عرفنا عسى يا اكثر. طب حرى واخلولاكا يجب. يعني يجب? يعني واجب. يعني فرض. يعني لازم تحط ان. ينفع اقول حرى الجو يعتدل? حرى الجو يعتدل? لا ما ينفعش. لازم احط ان. ان يعتدل. لازم احط ان. اخلولاكا الرخاء. ينفع اقول يدوم? لا غالط. ما ينفعش اقول يدوم. لازم اقول اخلولك الرخاء لازم يكترن بان. اقول ان ان يدوم ان يدوم. يبقى ما ينفعش طالما يجب اكتران الخبر بان. ما ينفعش احط الخبر من غير ان. يجب اكتران الخبر بان. طيب يبقى حارة واخلولك. عرفنا خلاص. طيب اه يمتنع امتى? افعال الشروع كلها. افعال الشروع احنا قسمناها خلاص. مقاربة. رجاء شروع. كادا وكاربة? يقل. عاسة واوشكة? يا اكثر. حارة واخلولكة? يجب. افعال الشروع كلها يمتنع. ما ينفعش يجي معها ان اصلا. يبقى خلي بالك منها كويس جدا. مع افعال الشروع يمتنع اكتران الخبر بان. او شرع الحق. ينفع اقول شرع الحق يا سود. انا عدلت هنا في خطأ. عدلناه. شرع الحق. ينفع اقول شرع الحق يا سود. اه هنا افعال الشروع يمتنع اكتران الخبر بان. في ان? لا مفيش ان. طالما ما فيش ان يبقى دي صح. ينفع اقول شرع الحق يا سود. بدأ الحق يا سود او ينتشر. طب ينفع اقول شرع الحق ان يا سود. ينفع يجي في ان? لا طبعا خطأ لان هنا افعال الشروع كلها كلها يمتنع اكتران الخبر بان. يبقى احنا عرفنا اهم حاجة مع كادة واخواتها ان يكون الخبر? اهم حاجة يكون الخبر. لازم يكون الخبر جملة فعلية. ما هو ممكن يجي لي هنا يقول لي اوشك الصناع متنافسون. لو قلت اوشك الصناع متنافسون. اه متنافسون. ينفع هنا يبدين اعقصة? لا طبعا. لازم يقول يتنافسون. ما تنفعش تكون اسم. لازم يكون الخبر الخبر جملة فعلية. طيب هنا لازم يكون الخبر جملة فعلية. لو مش جملة فعلية هتكون تامة. فعل وفاعل. لو جات آآ مضارع او امر فهي تامة. كادة واخواتها ماضي فقط. كلها بتيجي ماضي فقط. ما عادة كادة واوشاك. كادة واوشاكة بس اللي ما اسمح لهم يجوا ايه? مضارع. والباقي لازم يجي ماضي. لازم يجي ماضي. اهو اخذ الطالب الكتاب. في خبر جملة فعلية? ما تنفعش. مفيش اصلا دي مش ناقصة. اخذ فعل. الطالب الفاعل الكتاب مفعل به. طيب لو جات مضارع هي كادة واوشاكة? لا. لو جات مضارع يبقى تامة. يعني ايه تامة فعل وفاعل? يأخذ الطالب فعل وفاعل الكتاب مفعل به. طيب لو جات امر خذ. لا طبعا خذ انت العلمة من الكتاب برضو ما ينفعش. لازم كادة واخواتها تيجي ماضي فقط معادة كادة واوشاكة. عسى واوشاكة خلي بالك برضو من المعلومة دي. عسى اوشاكة. لو جي بعدها انو الفعل. انو الفعل. عسى قولي تعالى عسى ان تكره شيئا. ولم يتقدم او يتأخر. لو ما فيش اسمها. اسمها مجاش قبلها. ولا بعدها فهتبقى تامة. لما جاول عسى ان تكره شيئا. هنا عسى نوعها تامة. مش ناقصة. لان جاي بعدها انو الفعل وما فيش ولا قبلها ولا بعدها كلمة تنفع تكون اسمها. فهتكون تامة. تعالوا مع بعض كده. احنا شرحنا اسم الفاعل. هنفتكر برضو سريعا كده اسم الفاعل. احنا قلنا اسم الفاعل من السلاسي بيكون على وزد فاعل. ومن غير السلاسي بيكون اوله ميم مضمومة ومكسور ما قبل اخير. بنجيب المضارع. نقل بحرف المضارعة ميم مضمومة وكسر ما قبل اخير. اسم الفاعل قلنا لها اشكال زي اكل شارب واكل شارب نائم. اكل شارب نائم ساعن جاد. اه ده هنا ده اسم الفاعل من السلاسي. من اكل اكل شارب شارب نام نائم. ساعة ساعي او ساعن. جدة جاد. حجة حاج. من غير السلاسي بقى زي مسلا استخراجها نجيب المضارع يستخرج نقل بحرف المضارعة ميم مضمومة. كسر ما قبل اخير يبقى مستخرج. اسم الفاعل بيكون من الفاعل المبني المعلوم. عارفنا برضو ان احنا بنحزف اليا لو كان ناكرة. ناكرة ومرفوع او ناكرة ومجرور. لو قلت حضرة اقول قاضي. انت عشو او مرفوع او ناكرة ومجرور. بتحزف اه اليان. وبتبقى موجودة لو كان معرفة او كان منصوب. عارفنا برضو ان بيجيلك مذكر ومؤنس ومفرد ومسنة اه وجمع. في الاعمال بقى اللي احنا عايزين نتعرف عليه النهاردة. اعمال اسم الفاعل. عايزين نقول ان اسم الفاعل بيعمل عمل الفعل. يعني انا لو قلت مثلا مثال اه كاتب. كاتب الفعل من الفعل ايه? كتبة. يبقى الكاتب دي هتعمل عمل الفعل اللي هو كاتبها. المدرع بتاعه يكتب. لو قلت مسلا انا اخد مثال دلوقت. اعمال اسم الفاعل باختصار ان اسم الفاعل ده. اللي انا جبته ده وعرفت ان هو اسم فاعل هيعمل عمل الفعل. هو من الفعل المبني للمعلوم. انما اسم المفعول من الفعل المبني للمجهول. فهنا اسم الفاعل هيعمل عمل الفعل. عادي خالص. طب الفعل بيعمل ايه? الفعل بيرفع فاعل. ينصب مفعول به عادي. يبقى هيرفع فاعل او ينصب مفعول به لو كان متعد. ناخد مثال. لما نيجي نقول المطقن عمله محبوب. فين اسم الفاعل? هتقول لي من السلاسة بيكون على وزن فاعل. هنا ما فيش حاجة على وزن فاعل. طيب ادور من غير السلاسة بيكون اوله من مضمومة. عندنا كلمة المطقن. اللي هي مطقن. عادي. ملناش دعوة. بالالف والنم الزياد. مطقن. اوله من مضمومة. ومكسور ما قبل اخير. مطقن باسم فاعل من الفاعل غير السلاسة ايه? هاته الماضي من الفاعل غير السلاسة اتقنة. المضارع نقل بحرف المضارعة اه يتقن. المضارع اهو بنجيب المضارع يتقن. نقل بحرف المضارع من مضمومة. كسر ما قبل اخير تبقى مطقن. يبقى هنا اسم الفاعل مطقن من الفعل اتقنة. المضارع ايه? يتقن من يتقن. اه يتقن. هنشيل اسم الفاعل اللي هو مدقن ده. ونحطها عادي الفعل. نقول يتقن. من اللي هيتقن? يتقن. عادي هنعمل اسم الفعل كأنه فعل. من اللي هيتقن? هو. يتقن هو ايه? يتقن هو عمله. يبقى عمل وهنعريبها عادي. ما فاول بهم هنصبه علامة نصب الفتحة. لان اسم الفعل هنا اسم فاعل عامل. هنعرف دلوقتي امتى بيكون عامل. يبقى دي عامل? هنا عامل لانه معرف معرف فعل. يبقى هنا ده اسمه العامل. المتقن ده اسمه العامل. طب فين المعمول? الفاعل او المفعول به. رفع فاعل دمير مستتر. اه ونصب مفعول به. يبقى هنا اللي موجود المعمول بتاعه. المفعول به اللي هو كلمة اه عمل اهو. طيب محبوب. هالمتقن اسم الفاعل بعريبه عادي حسب ما كانوا في الجملة. المتقنون مبتدأ. ما له المتقن? المتقن عمله. ايوة ما له. محبوبون. يبقى محبوب. دي الخبر. يبقى درس نهارده بنتكلم عن اعمال اسم الفاعل. اعمال اسم الفاعل. بيعمل عمل الفعل. الفعل مبني المعلوم. يرفع فاعل. ينصب مفعول به او اكثر لو كان متعدل. طيب احنا عايزين نعرف اسم الفاعل بقى امتى بيكون عامل? هو ممكن ما يكونش عامل? اي وعاتي. في شروط. بيكون عامل بيعمل عمل الفاعل اول حاجة لو كان فيه الеф الام. لو كان فيه الеф الام بيعمل بدون شروط. اه من غير شروط. هيكون عامل. يعني عامل اشيه لو احط الفعل عادي. او المذاكر. المذاكر من زاقرة يذاكر? شيل كلمة المذاكر. حط يذاكر علشان تعريب عادي. يذاكر. بس دي مش عاربة فاعلة عادي. المذاكر مبتدأ. شيل يذاكر? يذاكر هو ايه? دروس اهو. يبقى دروس ده مفعول به منصوب. المذاكر متفوق. يبقى متفوق دي الخبر. طيب. مثال تاني. وحب الحافظ. اه الحافظ ده اسمي فاعل هي? على وصف من فاعل. حافظ من الفعلي هيه? حافظة. يبقى هنشيل حافظ وهنحط يحفظ. احبه انا يحفظ اه الذي يحفظ? يحفظ كتاب الله. يحفظ من اللي بيحفظ? يحفظ هو. الفعل مستتر. كتاب مفعول به. مفعول به لسم الفعل. يحفظ هو كتاب. كتاب الله هي الله لفظ الجلالة مضاف اليه. طيب والحافظ عاربة ايه? حسب ما كان في الجملة؟ اسم الفعل بيعرب حسب موقعه. احب الفعل؟ الفعل دمير مستتر تقديره انا الحافظ مفعول به للفاعل. انما كتاب مفعول به لاسم الفاعل. طيب اه كده عارفنا خلاص انه ولو فيه الف و لان يعمل بدون شروط. طيب لو غير مكترن بال. خلي بالك برضو ان اسم الفاعل اسم الفاعل بيكون العامل بيكون منون اه فيه تنوين. انما لو ضم واحدة لو مش منون مش هيرفع فاعل ولا ينسب مفعول به. اللي بعده هيكون مضاف ليه. يعني محمد قائل اه قائل من ايه? من قالة. من قالة. المدارع يقول. يبقى محمد يقول الحق. يبقى الحق هنعربها مفعول به منصبه على نصبه الفتحة. هنا هو منون. في ضمطين. لو مش منون لو ضمه واحدة يبقى كده مضاف. لان المضاف لا ينون. قائلوا الحقي. يبقى الحق مضاف اليه. زيها برضو لما جات في قولي تعالى ان الله اسم اسم ان الله فالق اه فالق اسم فاعل. فالق الحبي مش منونة. فالق الحبي الحبي هنا مضاف اليه. يبقى ممكن برضو اسم الفاعل يكون بعده مضاف اليه لو كان غير منون. طيب عارفنا لو فيه الف ولام? يعمل بدون شروط? طيب لو ما فيهش الف ولام? شرطين لازم يتحققوا. لازم يدل على الحال والاستقبال. يعني ما شوفش كلمة امس. لو كلمة امس موجودة يبقى مش بيدل على الحال ولا بيدل على المستقبل. يبقى غير عامل. يعني غير عامل? يبقى ما فيهش ولا فعل ولا مفعول به. لو قلت المعلم شارح الدرس امس. شارح من ايه? من شرحة. ينفع نقول يشرح هو الدرس? لا فيه امس. طيب ما فيه امس يبقى غير عامل. طب الدرس? لا الدرس شارح الدرسي الدرسي مضاف اليه. هنا كده غير عامل. امس ما ينفعش تكون موجود. طيب يبقى اول شرط بيدل على الحال والاستقبال. تاني شرط بيعتمد على حاجة من ست. يا اما بيعتمد. يعني بيعتمد يعني جاي قبليه. يجي قبليه نافي. او استفهام او نداء. ادي ثلاث حاجات. او يكون بيعتمد على مبتدأ او موصوف. يعني 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 يعتمد على مبتدأ. يعني قبليه مبتدأ. يعني يكون اعرابه خبر. او يكون اعرابه ناعت. بيعتمد على منعوت موصوف او يكون اعرابه حال. يبقى نحفظ الستة حاجات. يبقى يعتمد على نافي استفهام ده او يكون اعرابه خبر او ناعة او حال. بس لو جاي لك خبر يبقى بيعتمد على مبتدأ. لو جاي لك ناعة يبقى بيعتمد على منعوت بيعتمد على موصوف. او يكون اعرابه حال. ناخد بالامثلة برضه. واحدة واحدة. لما اجا اقول مثال ما قابل الرجل النصح. الراجل ما بيقبلش النصح. يبقى هنا قابل اسم فاعل من الفعل قابلة. يبقى انشيل قابل نشيل اسم الفاعل. هنا عامل. ليه عامل اهو? ده اللي على الحال والاستقبال. ما فيش كلمة امس. واعتمد على ايه? قبل ايه? اعتمد على نافي. يبقى هنا عامل. هنشيل قابل اسم الفاعل ده عامل لانه اعتمد على نافي. هنشيل قابل ونخط الفاعل يقبل. يبقى يقبل. من اللي هيقبل? لا مش هو. من اللي هيقبل? الراجل هو اللي هيقبل. يبقى يقبل الرجل للنصح. هنعامل اللي هنعامله على انه فاعل وجملة فعلية عادية. يقبل الراجل. يبقى الرجل دي الفاعل. والنصح مفعول به. خلي بالك اسم الفاعل لو اعتمد على نافي لو اعتمد على نافي او اعتمد على استفهام اسم الفاعل بيكون عامل والمعمول بتاعه الفاعل بتاعه بنقول فاعل سد ما سد الخبر يعني ايه تعال ما قابل ده اعتمد على نافي قابل اعربها مبتدأ قابل اعربها مبتدأ اهي مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة طب فين الخبر اللي هو الفاعل بقول له فاعل سد ما سد الخبر طيب لو اعتمد على استفهام بسألك اه اه الطالب درسه. اه هنا اعتمد على عامله. اعتمد على استفهام. دي الاستفهام. اعتمد على استفهام. دل على الحل والاستقبال. هنشيل فاهم ونحط يفهم. يفهم. من اللي هيفهم? الطالب. يبقى دي عاربها الطالب عاربها. يفهم دي مبتدأ. وهنا عادي اللي هو فاهم دي مبتدأ. اسم الفعل بنعاربه حسب مكانه في الجملة. طيب هنشيل فاهم ونحط يفهم. من اللي هيفهم? الطالب. يبقى دي فاعل. طيب فين الخبر بتاع المبتدأ. مفيش. والفاعل ده سد ما سد الخبر. يبقى الطالب دي الفاعل ودرسه مفعول به. وقوله ان الفاعل سد ما سد الخبر. هنا لي عامل اعتمد على نفي. هنا لي عامل اعتمد على استفهام. هنا لي عامل اعتمد على نداء. لما اجي اقول يا رافعا اه وصلنا بقى خلاص ان احنا نعرف ان المنادة اللي هو الشبيب المضاف نعرف اللي بعده ايه? يا رافعا. اه هنا رافعا منون. يبقى مش مضاف. ده اسمه شبيه بالمضاف. طيب اعرفه ايه? لا مش هنعرف بقى مبتدأ زي اللي قبله. لا. هنا ده منادة عادي. يا رافعا. ده منادة شبيه بالمضاف. معرب منصوب. منادة منصوب وعلامة نصب الفاتحة. هنشر رافعا. ده عامل اعتمد على نداء. ونحط الفعل اللي هو يرفع. يبقى يرفع. مين سيرفع? راياتا. يبقى ده مفعول بقى منصوب. الشورة ده مضاف اليه? يبقى خلاص يبقى رافع دي العامل. اسم فاعل عامل. وراية دي المعمول. هنا هو. ده المعمولة هو. معمولة هو. ده العامل وده المعمول بتاعه. آآ طيب يبقى لو اعتمد على نفي. اعتمد على استفهام. اعتمد على نداء. لو اعتمد على نفي او استفهام. الفاعل بنعرفه. فاعل سد ما سد الخبر. طيب لو جاي بقى خبر او جاي ناعة او جاي حال هيبقى برضو عامل. مثاله لو قلت المسلم حافظ لسانه. خلي بالك منون برضو منون. آآ المسلم مبتدى. ما له المسلم? حافظ. دي خبر عادي. خبر مرفوع علامة رفع الضمة. طيب حافظ دي اسم فعل من خافظة. اسم فعل من السلاسي. المضارع يحفظ. هنشيل حافظ ونخط يحفظ. يحفظ. آه هنا يحفظ. يحفظ هو ايه? لسانه. يبقى هنا يرفع فاعل ضمير مستاتر. آآ يحفظ هو لسانه. دي مفعول بمفعول بمنصوب علامة نصب الفتحة. واي ضمير بيتصل باسم في محل جر المضافرين. هنا ليه عامل? لانه اعتمد على مبتدى. خلي بالك اللي بيعتمد على مبتدى. ممكن يكون كان اصل مبتدى. ممكن يجي لك اسم كان عادي. هنقولها دلوقت اهو. ممكن يكون اسم الفاعل اللي بيعتمد على مبتدى. احنا قلنا المعلومة دي الاول. قلنا آآ اسم الفاعل لو اعتمد على نافي او استفهام. قلنا الفاعل بنعربه ايه? فاعل سد ما سد الخبر مرفعه على مطرفه عادي ونكمل. اسم الفاعل لو بيعتمد على مبتدى. ممكن يكون خبر. ما احنا قلنا بيعتمد على مبتدى يعني جاي خبر. طيب ممكن يكون خبر اللي كان شغال. خبر لان ما هو خبر اللي كان اه او خبر لان ما هو كان اصلا خبر. يعني اللي بيعتمد على مبتدأ هو كان اصلا اه خبر. ممكن يكون بقى جاي دلوقتي خبر اه لمبتدأ. اه بقى خبر كان. بقى خبر ان بقى مفعول به تاني. مثال. لما قول علينا ان نكون حامدين او حامد حامد اسم فاعل. اسم فاعل عامل من الفعل حامدة. ليه عامل? لانه اعتمد على مبتدأ. طالما جاي خبر عادي. هنا اسمه خبر ليه? خبر اللي كان عادي. هنقوله بيعتمد على مبتدأ. كان اصله مبتدأ. طيب فانه اثم اسم فاعل من اثمة. دي خبر لان عادي. اعتمد على مبتدأ. علمتك قائلا اه قائلا اه علم اه ظنه اخواتها برضو بتدخل على الجملة الاسمية بتنصب المبتدأ وبتنصب الخبر. ظنه اخواتها بتنصب مفعولين كان اصلهم مبتدأ وخبر. يعني برضو كان اصله خبر هنقوله برضو اعتمد على مبتدأ لانه كان خبر. طيب يعرفنا خلاص كده لو جاي لو جاي خبر يبقى نقوله اعتمد على مبتدأ. خبر بقى خبر مبتدأ خبر كان خبر انه شغال. طيب لو جاي نعت اهو جاء من اللي جاء جاء ضيف فعله فاعل. الضيف ده وصفنا بانه راكب سيارة راكب اه يبقى الضيف نكرة ونكرة دي هنا دي نعت يبقى نقوله ده عامل لانه اعتمد على منعوت اعتمد على موصوف. يبقى هنا برضو عامل يركب هو اه يبقى نشير راكب ونحط يركب يركب سيارة يبقى دي مفعول بانه. طيب لو جاي حال جاء العيد فعله فاعل. هنا كيف جاء راسما دي حال. طالما جاي حال يبقى عامل. يعني عامل شيله حط الفاعل قول يرسم. يرسم هو البسمة يبقى دي مفعول بمنصوب. يبقى بسهولة جدا عرفنا اسم الفاعل اسم الفاعل العامل بيعمل آآ بيعمل عمل الفاعل. فيه تدريب برضو هتحل التدريبات. حل التدريبات بتاعت اسم الفاعل. وبنفس الطريقة آآ هتلاقي برضو حل حل التدريبات دي برضو اسفل الفيديو. بنفس الطريقة بقى بنفس طريقة اعمال اسم الفاعل. صيغ المبالغة واسم المفعول. بنفس الطريقة وبنفس وبنفس الشروط. آآ عرفنا اسم الفاعل من السلاسي على وزن? فاعل من غير السلاسي من مضمومة وكسري ما قبل اخيري. عارفين صياغ المبالغة? شرحناها قبل كده. شرحنا قبل كده صياغ المبالغة. وعرفنا انها بتدل على المبالغة. اه في حدوث الفعل. عرفنا ان لها خمس اوزان. ايه الخمس اوزان? مفعال مفعال فعال 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 فعول فعيل. مفعال فعال فعيل فعال فعيل. بنحفظها بالمقوال اللي بيتكلم كتير. وكذب كلامه كله كذب. وحذر. بيخلي باله علشان الناس متعرفش انه بيكذب. وربنا يغفر له ويرحمه. والله غفور رحيم. ربنا يغفر لنا جميعا. مقوال كذاب حذر والله غفور رحيم. مفعال فعال فعل فعول فعيد. صياغ المبالغة. نعرف انها بتكون من السلاسي ومن غير السلاسي. عندنا اهلا نخلي بالنا من بعض الكلمات اهي. مقوال مفعال فعال فعل فعول فعيد. شرح قبل كده. خلي بالك ان مقدام من الفعل ايه? اقدمة. من غير السلاسي. معطاء من اعطاء. غفر من غفرة. وهاب من وهبة. بس يعرف هست كلمات قليلة. هي صياغ المبالغة بتجي من السلاسي. قليل لما بتكون جاءة من الرباع. زي مقدام من اقدمة. بشير من بشرة رباعي. نذير من انظرة. من الرباع. خلي بالك برضو في صياغ المبالغة قبل ما نتكلم عن الاعمال. صياغ المبالغة كده كده عربها حسن ما كان في الجملة. خلي بالك الكلمات دي. نقي. شقي. طقي. ذكي. غبي. شجي. حيي. لين. هين. بين. الكلمات دي برضو صياغ مبالغة. صياغ مبالغة على وزن فعيل. انما عفوع برضو صياغ مبالغة بس على وزن آآ فعول. صياغة المبالغة لو اولها ميم مفتوحة. لو اولها ميم مفتوحة. لازم الميم دي تكون اصلية. علشان ما تكونش اسم مفعول. يعني لما اجا اقول المجيد. آآ مجيد. الميم اصلية? ايوة. يبقى هنا صيغة مبالغة على وزن فعيل. انما لو مهيب. لا ده مهيب دي اسم المفعول من الفعل المبني المجهول. هيبة. آآ هيبة. هابة يا هيب. مهيبة. طيب آآ خلي بالك برضو من الكلمات دي. آآ بريد. ما تقوليش على وزن فعيل. زقير. نهيق. طريق. طموح. لا ما تنفعش. يبقى هنا طموح آآ تنفع. طموح على وزن فعول صيغة مبالغة. انما طموح لا ما تنفعش دي مش صيغة مبالغة. ما فيش عندنا فعول. الكلمات دي مصادر ومش آآ ومش صيغ مبالغة. طيب آآ برضو خلي بالك برضو علشان وانت بتستخرج صيغة المبالغة. تفرق برضو ما بين صيغة المبالغة واسم الآلة. فرق برضو ما بين صيغة المبالغة آآ واسم الفاعل. لما اجه اقول المؤمن مفتاح. مفتاح دي صيغة مبالغة على وزن بفعال. انما لو قلت ده علم مفتاح حاجة غير عاقل ده عاقل. يبقى هنا المؤمن مفتاح بتدول على مبالغة على الكافرة في فتح الخير. العلم مفتاح لقى دي اسمه آآ دي مش صيغة مبالغة. اما اقول لك الصحفي مزياع للاخبار. او الصحفي منشار للاخبار. بيزيع كتير. بينشر كتير يبقى دي صيغة مبالغة. انما لو قلت المزياع اللي هو الراديو? لا دي اسم ايلة. لو قلت المنشار الالة اللي بنقطع بيها يبقى دي اسم ايلة. عندنا طلاب طلاب يا طلاب دي مفردها طالب. لا دي هنا دي اسم فاعل. انما لو قلت يا طلاب طلاب بالفتح. اه دي هنا صيغة مبالغة طلاب على وزن اه فعال. فبرضو اه صيغة مبالغة مش جديدة علينا. الجديد بقى اللي احنا عايزونا نتعرف عليه الاعمال. يعني ايه اعمال صيغة مبالغة? الاوزان بتاعتنا مفعال فعال فاعل فعول فعيل? لو عرفت ان دي صيغة مبالغة هبدأ اشوف هي عاملة ولا لا? لو عاملة هتعمل عمل الفعل. يعني لما اجا اقول الشكور ربه محبوب. بنفس شروط اسم الفاعل. فين صيغة مبالغة? ايه? شكور على وزن. فعول من الفعل شكرة. المضارع يشكر. اه طالما فيها الف ولام? زي ما قلنا بالزبط في اسم الفاعل. لو فيها الف ولام تعمل بدون شروط. من غير شروط. طيب بيبقى الشكور هنشيل يشكر. يشكر هو ربه بقى مفعول به. دي العامل وربه دي المعمول. الشكور صيغة مبالغة وصيغة مبالغة عاملة لانها مكترنة بال. يبقى برضو زي اسم الفاعل. اسم الفاعل العامل بيعمل عمل الفعل المبني للمعلوم. صيغة المبالغة العاملة تعمل عمل الفعل المبني للمعلوم. لو فيه الف ولام يعمل بدون شروط. وبرضو بتكون منونة. الله غفار الذنوب يغفر هو الذنوبة. يبال الذنوب مفعول به. انما لو مش منونة ضم واحدة غفاره الذنوب به. تبقى مضاف الى مجرود. شوف بقى صيغة المبالغة لو غير مكترنة بقل. لو غير مكترنة بقل صيغة المبالغة. لو غير مكترنة بقل ما فيهاش الف ولام بتعمل عمل الفاعل. بتكون عاملة. بس برضو بشرطين. نفس الشرطين بتوع اسم الفاعل. تدل على الحال والاستقبال. ما نشوفش كلمة امس. وتعتمد على حاجة من ست. نفس اللي احنا قلناهم برضو خلاص انا حفظناهم. اللي قلناهم برضو في اسم الفاعل. تعتمد على نفي. او تعتمد على استفهام. او تعتمد على نداء. او تكون خبر. تعتمد على مبتدأ. او نعت او حال. حاجة من الستة حاجات. تعتمد على نفي استفهام نداء. تكون نعتقى او خبر او حال. طيب نشوف. لو اعتمدت على نفي. يعني جاي قبلها نفي. فين صيغة المبالغة? اهي كاتوم. صيغة مبالغة على وزن فعول من الفاعل كتمة. عاملة. دلت على الحال والاستقبال. ما فيش امس. واعتمدت على نفي. تعمل عمل الفاعل. يبقى كاتوم. هنشيل كاتوم ونخط. يكتم. من اللي بيكتم? الرجل. ماذا يكتم? السر. يبقى الرجل دي الفاعل. والسر دي المفعول به. طيب لو اعتمد على استفهام. او سميع. كاتوم دي مبتدأ. وفين الخبر? زي ما قلنا في اسم الفاعل برضو. هنا لو اعتمد على نفي او استفهام. اللي بعدها ده مبتدأ. والفاعل هنعربه. فاعل سد ما سد الخبر. يبقى هنا كاتوم دي المبتدأ. والفاعل سد ما سد الخبر. سميع دي المبتدأ. والفاعل سد ما سد الخبر. سميع صيغة مبالغة على وزن فعيل من الفعل سمعه. المضارع يسمع. من اللي هيسمع المعلمه الفاعل يسمع طلابه دي المفعول به. سميع صيغة مبالغة عاملة لانها اعتمدت على استفهام. وضلت على الحال والاستقبال. يبقى هنا سميع باسمها العامل صيغة مبالغة عاملة. والمعلم دي المعمول اه رفع فاعل وطلابه المعمول نصب مفعول به. يبقى سميع رفع فاعل ونصب مفعول به. طيب لو اعتمد على نداء يا غفارا الزنوب ده منادى. شبيب المضاف اهو منادى منصوب علامة نصب الفتحة. يغفر ايه? اه هنا بقى كنا في تلت اعدادي. طيب لو شبيب المضاف اعرف الزنوب ايه? كنا بنقول مثلا لو غفار الزنوب غفار الزنوب يبقى مضاف. يبقى منادى مضاف. واللي بعض مضاف ليه? غفارا لا دي منون. والمنون ما ينفعش يكون مضاف. يبقى شبيه بالمضاف. هنا بقى هنشيل غفار على وزن فاعل ونحط يغفر. يغفر هو الزنوب يبقى دي مفعول به منصوب. طيب لو اعتمدت على مبتدأ. يعني جاية خبر. ممكن تكون خبر. ممكن تكون خبر لمبتدأ او خبر لناسخ عادي زي ما قلنا في اسم الفاعل. طيب هنا كلمة شكور جاية خبر. اعتمدت على مبتدأ. المسلم. اه المسلم دي اسم فاعل. احنا هنا في شكور. شكور صغة مبالغة. صغة مبالغة عاملة. يشكر هو ربهو. يبقى نشيل شكور ونحط يشكر. يبقى هنا المعمول آآ رفعت فاعل. يشكر هو ربهو. ونصوبة مفعول به لكلمة ربهو. ليه عاملة? لانها اعتمدت على مبتدأ. يعني جاية خبر. وزي ما قلنا اهو ممكن تكون خبر لمبتدأ حذر. امورا لا تضير. ازاي دي ايه عاملة? آآ حذر. هنا دي خبر اللي مبتدأ محزوف تقديره انا. انا حذر. يبقى حذر دي عاملة لانها اعتمدت على مبتدأ. آآ ما كان المؤمن طراكا طراكا. طراكا برضو عاملة. اعتمدت على مبتدأ لانها جاي خبر اللي كان. كان اصلها مبتدأ. المؤمن طراك. ولو خبر انة هو القائد حاذر بردو خبر لان يبقى برضو اعتمدت على مبتدأ. مفعول به تاني علمتوك مقداما برضو مقداما برضو هنا جاي مفعول به تاني كان اصلها خبر نقول له برضو اعتمدت على مبتدأ هنا كلمة المسلم. المسلم فيها الف ولام عاملة واللي غير عاملة خلي بالك لو العامل لم يرفع فاعل ولم ينصب مفعول به يبقى غير عامل حتى لو فيه الف ولام. طالما ما فيش فعل ومفعول به يبقى غير عامل. طيب لو اعتمدت على موصوف لو جاي نعت هذا رجل حقود حقود قلبه. هنا قلبه. يبقى هنا حقود صيغة مبالغة على وزد فعول. هنشيل حقود ونحط الفعل يحقد الى يحقد قلبه. يبقى قلبه دي دي المعمول. حقود العامل. قلبه دي المعمول. رفع فاعل. الهاق ضمير متصل مبني في محل جر مضافي فين صيغة المبالغة حقود. على وزد فعول. من الفعل يحقد. عامل ولا غير عامل? عامل. سبب الاعمال اعتمدت على موصوف. اعتمدت على منعوت. هذا رجل رجل دي المنعوت. والمنعوت بنعرفه حسن ما كانه في الجملة. مبتدأه خبر. رجل دي خبر. لو جاي حال احب الرجل معطاء الناس الصدقة. فين صيغة المبالغة? اهيه. معطاء من الفعل اعطاء. صيغة مبالغة عاملة. لانها جاي حال. هنشيل معطاء ونحط يعطي. يعطي هو. اه خلي بالك ان اعطى. اعطى. بتنسب مفعولين. منحة ومنعة. اعطى وسألة. كسة والبسة. يبقى يعطي هو رفعة فاعل. ونصب مفعولين. مفعول بيه اول ومفعول بيه تاني. يبقى نشيل معطاء ونحط يعطي. يعطي هو ليه? الناس. مفعول بيه اول. صدقة مفعول بيه تاني. وهنا عاملة لانها جاي حال. وعرفنا خلاص ان لو اعتمد على نفي او استفهام. الفاعل بنقول فاعل. سد ما سد الخبر. طيب فيه تدريب برضو على صيغة المبالغة. برضو هنحله. هتلاقي برضو الحل موجود اسفل الفيديو. ناخد برضو اسم المفعول علشان نبقى خلصنا الاعمال كله. عرفنا خلاص اسم المفعول من السلاسة بيكون على وزن. مفعول. بجيب بحافظة ومحفوظ. بيكون من الفعل المبني للمجهول. طيب ولو الفعل معتل. بجيب المضارع. اقل بحرف المضارع مما فتوحة. وبيكون على وزن مفعول او مفعول. يعني هنا قال يقول مقول. لا هنا هو الفعل محزوفة. لو معتل الوسط وهو الفعل محزوفة بيكون على وزن مفعول. قال يقول مقول. من الفعل ايه? من الفعل قيلة. باع يبيع ما بيع. من الفعل بيع على وزن مفعول. وهو مفعول محزوفة. انما لو معتل الاخر بيكون على وزن مفعول. او دعا يدعو ما ادعو على وزن مفعول. هنا اضغمت وهو الفعل فو مفعول. آآ قضى يقضي مقضي كانت مقضوي. قلبنا قلبنا و مفعول. آآ قلبناها يا واضغمت. واضغمت في هاي الفعل. آآ قضى يقضي مقضي. من الفعل قضي يا. من الفعل دوع يا. لازم يكون من الفعل المبني للمجهول. من غير السلاسة بنجيب المضارع. نقل بحرف المضارعة آآ ميم مضمومة. وفتح ما قبل آخرين. اسم الفعل كان كسري ما قبل آخرين. اللي احنا عايزين نعرفه هنا ان اسم المفعول من الفعل المبني للمجهول. الفعل المبني للمجهول برضو. هسيبه لك برضو تراجع على الفعل المبني للمجهول. عايزين نركز بس ان المعتل اللي قاله نبني للمجهول تبقى قيلة هبهيبة باعة بيعة. اسم المفعول من باعة. مهم اسم المفعول من باعة. باعة يا بيع مبيع. نقول البضاعة لايه؟ نقول البضيعة البضاعة المبيعة المبيعة طب من عابة يعيب معيب البضاعة المعي المعيبة المعيبة يبقى نخلي بالنا المبيعة من الفعل بيع المعيبة من عيبة وما هيب من الفعل هيبة ما صون من الفعل صينة دي فكرة اسم المفعول كله بيكون من الفعل المبني المجهول آآ هنا لما نيجي نقول مثلا اقدر الامام المحمودة. اه محمود اسم المفعول. وفيه الف ولام. يبقى عامل. المحمودة سيرته. يبقى اسم الفاعل. وصيغة المبالغة كانت بترفع ايه? بترفع فاعل. لا هنا هيرفع نائب فاعل. اه ايه اللي هتحمد? هنشير بقى اسم المفعول ونخط الفعل المبني المجهول. الماضي حمد ابنها المجهول يبقى حمدة. ايه اللي حمدت? اه سيرته. يبقى نعريبها نائب فاعل مرفوع. ممنوح. ممنوح خلي بالك ان منحة. آآ ظنة واخواتها بتنصب مفعولين. ومنحة واخواتها بتنصب مفعولين. ظنة حسب زعمة خالة علمة وجهة ضراءة جعلة. ومنحة ومنحة اعطة وسألة كسة والبسة بتنصب مفعولين. المفعول به الاول بيبقى نائب فاعل. والمفعول به التاني بيفضل زي ما هو مفعول به تاني. اهو ممنوح واعتمد على استفهام. ممنوح اسم المفعول. هنشيل من الفعل منحة. هنبناء المجهول من آآ مونحة. او يمنح. يمنح من اللي هيمنح. آآ يمنح الطالب. كانت مفعول به. هتبقى مفعول به. هتبقى نائب فاعل. المفعول به هيبقى نائب فاعل. والمفعول به التاني هيفضل زي ما هو مفعول به تاني. الحق معتمد علي. هناك جرر المجرور هو النائب فاعل. طيب عايزين نتكلم بقى في المهم. اسم المفعول. امتى بيكون عامل? بنفس الطريقة. بطريقة اسم الفاعل وصياغ المبالغة. لو فيه الف و لام يعمل بدون شروط. اهو. لو قلت الحديقة المنصقة. المنصقة دي اسم المفعول. ليه? اهي. منصق. منصق. اوله من مضمومة. وهنا منصق. اوله من مضمومة مفتوحة ما قبل اخيره. من الفعل نصق. هات الماضي نساقة. نساقة لغير سلاسي. سم مشددة. نساقة. ضم اوله. وكسر ما قبل اخيره. يبقى هنا من نصق. يبقى هنا ايه اللي ينسق? ايه اللي هتنسق? الازهار. يبقى هيرفع نائب فاعل. ازهارها. الحديقة المنصقة ازهارها جميلة. يبقى اسم المفعول اللي لو مقترن بقل بيعمل بدون شروط. طيب لو غير مقترن بقل بنفس الشرطين اللي احنا قلناه وما قبل كده. لازم يدل على الحال والاستقبال. ما يكونش موجود كلمة امس. ويعتمد على حاجة من نفس الستة حاجات. يعتمد على نافي. او يعتمد على استفهام. او يعتمد على نداء. او يكون جاي خبر او نعت او حال. لو خبر يبقى بيعتمد على مبتدأ. لو نعت يبقى بيعتمد على منعوت موصوف او يكون عرب وحال. طيب برضو واحدة واحدة. لو بيعتمد على نافي. اهو الكلمة مهضوم دي مبتدأ. اللي بعد النفي او الاستفهام مبتدأ. مهضوم من الفعل هضمة. اه هنا عامل من الفعل هضمة. المبني المجهول. ممنوح من منحة. اسم المفعول عامل لانه دل على الحال والاستقبال واعتمد على اعتمد على نافي. يبقى نشيل مهضوم ونخط الفعل المبني للمجهول. يهضم. ايه اللي هيهضم? حقه. يبقى حق نائب فاعل. وهنا النائب الفاعل هو اللي سد ما سد الخبر. اه يمنح. من اللي هيمنح? الانسان كانت مفعول به. خلاص بقيت نائب فاعل. وقوله نائب فاعل برضو سد ما سد الخبر. هنا عامل اعتمد على نافي. هنا عامل اعتمد على استفهام. يبقى هنا مهضوم العامل ورفع ايه? رفع نائب فاعل. الضعيف دي مضافي ليه? هنا عامل ورفع نائب فاعل ونصب مفعول به تاني لان منحة بتنصب مفعولين. المفعول به الاول بقى نائب فاعل. المفعول به التاني زي ما هو مفعول به تاني. هتقول ازاي دي ما فيش مفعول به اول. لا عشان نعرفه ان احنا عارفين ان منحة بتنصب مفعولين. وخدنا واحد منهم بقى نائب فاعل. طيب لو اعتمد على نداء. يا مستجاب. من الفعل استجابة ابناء للمجبول استجيبة. ماشي. اعتمد على نداء ده منادة. هنشيل مستجاب ونحط يستجاب. ايه لا يستجاب? اه دعاء وهو. يبقى دي نائب فاعل مرفع وعلامة رفعه الضم. طيب اه لو اعتمد على مبتدأ. يعني لو جاي خبر. اهو العالم مقدرة. مقدرة. مقدرة مجهوداته. اه مقدرة من الفعل قدرة. اه غير السلاسي برضه. قد قدرة مشدد. قدرة يقدر مقدر. ايه اللي مقدرة? المجهودات. يبقى هنا مقدرة تقدر هنشيل بقى مقدرة ونخط الفعل للمبني المجهول تقدر. ايه اللي هتقدر مجهوداته? يبقى دي نائب فاعل. يبقى مقدرة دي العامل? عاربها عاية حسب ما كانها في الجملة. هنا نعرفها خبر. العالم مقدر. خبر. وهنا دي نائب فاعل مرفعه علامة رفعه الضمان. خلي بالك برضو من حتى هنا صغيرة لو قلت الامة. راية الامة. رايتها مرفوع. الامة مبتدأ. فين الخبر? هتقول لي رايتها مرفوعة لان هنا ده خبر جملة اسمية. اه اسمه. وفيه ضمير وده اسم. يبقى ده خبر جملة اسمية. رايات. هنعرفها مبتدأ تاني. مبتدأ تاني مرفوعه علامة رفعه الضم. ومرفوعة مرفوعة ده اه هنا اسم مفعول. بس هنا غير عاملة. لم ترفع فاعل ولم تنصب مفعول به. يبقى هنا مرفوعة دي اصلا دي الخبر. الجملة الاسمية كلها. الجملة الاسمية رايتها مرفوعة. خبر للمبتدأ الاول. طيب هنا الامة مرفوعة راياتها. اه هنا الامة مبتدأ. مرفوعة لما ترفع ضمة. ما لها الامة مرفوعة. هتقول لي ما ينفعش اقول مرفوعة لازم اقول مرفوعة راياتها. لا ما ينفعش اقول خبر جملة اسمية. طالما هنا المبتدأ بتاع الجملة الاسمية ما فهوش ضمير بعود على المبتدأ الاول. يبقى الامة مرفوعة لدي الخبر. هنا كانت مرفوعة خبر المبتدأ التاني. ورايات مبتدأ تاني. هنا بقى الامة ونفس برضو نفس الاعراب مبتدأ. الخبر اهو. مرفوعة. يبقى مرفوعة ده خبر نوع ايه? مفرد. وهنا الخبر نوع ايه? الخبر ده جملة جملة اسمي. مكونة من مبتدأ وخبر. في الجملة التانية الخبر نوع مفرد. طيب رايات? هنا بقى مرفوعة اسم المفعول. واسم المفعول عامل. هنشيل مرفوعة عامل لانه اعتمد على مبتدأ. هنشيل مرفوعة ونحط رفعة ترفع. ايه اللي هترفع? راياتها. يبقى الريات هنا نائب فاع المرفع وعليمة رفع الطام. طيب عندنا هنا برضو آآ اسم المفعول بيكون عامل لو اعتمد على مبتدأ. قلناها لو اعتمد على مبتدأ. ممكن يكون آآ الكاذب معيب معيب خلقهو. هنا معيب آآ برضو اسم المفعول من الفعل ايه? عيبة. يبقى معيب آآ اسم مفعول عامل لانه اعتمد على مبتدأ. كان عمر مهيب آآ مهيب من الفعل. هيبة آآ مهيبا جانبه برضو هيرفع هيرفع نائب فاعات. هنا جاي خبر اعتمد على مبتدأ. خبر كان اعتمد على مبتدأ. خبر ان اعتمد على مبتدأ برضو. ان الطالبة مهزبة. ايه اللي مهزبة? اخلاقه. تهزب اخلاقه. يبقى برضو هنا اعتمدت على مبتدأ. لو مفعول بيتاني علمتك مفهوما شرحك. يبقى مفهوم برضو اسم مفعول اسم مفعول عامل اعتمد برضو على مبتدأ لان كان اصله مبتدأ الا يفهم شرحك. طيب يلا اللي بعد كده عرفنا لو اعتمد على مبتدأ. وبرضو لو اعتمد على منعوت على موصوف لو جي نعت. من اللي حضر? حضر معلم مفهوم مفهوم اه هنا برضو مقدارة برضو ممنوح برضو هنا اه اسم المفعول برضو بيكون منون. علشان لو مش منون لو ضم واحدة المؤمن مستجاب الدعائي يبقى اللي بعضه مضفلي. بنفس الطريقة. هنا لو قلنا حضر معلم وصفنا المعلم بانه مفهوم على وزن مفعول من الفعل فهمة المبني المجهول. هنشيل مفهوم ونحط يفهم. ايه اللي هيفهم? شرحه هو. يبقى هنا رفع برضو نافع. ولو جاي حال عادة الجندي كيف عادة? مرفوع على وزن مفعول من الفعل الروفعة هنا عامل لانه جاي حال هنشيل مرفوع ونحط يرفع يرفع من الفعل المبني للمجهول. لو قال لك مرفوع من الفعل قل له مرفوع على وزن مفعول من رفعة ابناء المجهول تبقى من الروف يعاني. ايه اللي هيرفع? قدره. يبقى هنا نائب فاعل برضو مرفوع وعلى ما ترفعوا الضمه. خلي بالك برضو من تشكيل الهامزة. لو قلنا مسلا علماء. خلي بالك لو مرفوعة وجاي بعدها ضمير. علشان برضو علماء هنا. لو مرفوعة ارسم الهمزة على وقع. علشان لو جات لك نائب فاعل تبقى مرفوع يبقى حطها كده. مفعول به منصوب لو منصوب اقولها كده علماء. انا برضو دي فكرة سؤال. لو مجرورة هقولها كده علماء هنا. حط الهمزة على نظرة. خلي بالك منها كويس جدا برضو. الكلمات زي علماء آآ سماء هواء. الكلمات اللي اخيرها همزة. لما بيتصل بها ضمير. لو مرفوعة حط الهمزة على وقع. منصوبة حط الهمزة على السطر. مجرورة بحط الهمزة على نظرة. ويبقى كده برضو شرحنا اعمال اسم المفعول. في تدريبات برضو هتلاقي موجودة اسفل الفيديو. حل التدريبات دي. وهسيب لك برضو اجابة التدريبات. كده في حلقة النهاردة شرحنا اعمال اسم الفاعل واعمال سياغ المبالغة واعمال اسم المفعول. بتمنى لكم التوفيق. لكم مني كل الحب والاحترام والتقدير. اترككم في رعاية الله وامنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.